الحديدة الحديدة هدنة هشة وخروقات حوتية مستمرة خروقات تجاوزت استهداف مساكن المدنيين إلى استهداف مقر اجتماعات وعضاء لجنة إعادة الانتشار لأكثر من مرة في سورة واضحة تبين مضاذيق الحوثيين بالهدنة ومحاولاتهم السيناف المواجهات وإعادة الصراع من جديد للسيطرة على الحديدة قصفت ميليشيا الحوثي مقر لجنة إعادة الانتشار المشترك في مقر شركة إخوان ثابت وحدثت أضرار مادية كبيرة في المبنى دون وقوع أي إصابات ليس هذا القصف الأول على مقر اجتماع لجنة إعادة الانتشار بل سبقه عدة استهدافات كان آخرها ما حدث في التاسع عشر من مارس الماضي حين استهدفت ميليشيا الحوثي ذات المقر بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاوزر وهو القصف الذي أتى بعد ساعات على إعلان المبعوث الأممي مارتين جريفث عن إحراز تقدم ملموس بين الأطراف لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بموجب اتفاق السويد وفي كل مرة يحاول جريفث الهروب للأمام بإعلان تقدم ترد عليه الميليشيا بخروقات وقصف ينسف كل ادعاءاته ويعيده للمربع الأول استمرار قصف الميليشيا المتكرر على مقر الاجتماعات المشترك يضع كبير المراقبين الدوليين لوليسجارد والفريق الحكومي في دائرة الخطر وقائمة أهداف الميليشيا لإفشال مهمة اللجنة وفض اتفاق الحديدة بعودة الصراع هناك لإعادة سيطرتها على المدينة وهو ما صرحت به مرارا من قبل من أنها لن تتخلى عن مدينة الحديدة مهما كلفها الأمر تضع ميليشيا الحوثي كبير المراقبين الدوليين لوليسجارد في موقف صعب إزاء استمرار خروقاتها واستهدافها المتكرر لمقر اجتماعات اللجنة وتفيد المعلومات باستعانة لوليسجارد من المبعوث الأممي مارتين جريفث الذي يكثف زياراته لصنعاء من أجل إنقاذ الاتفاق والهدنة المفترئة